موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام في حديث مع كناة بي بي اس الأمريكية أدل سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة بتصريح نادر ولافت قال فيه إن خلاف الدول التي تحاصر قطر مع قطر يتجاوز الخلاف الدبلوماسي إلى الخلاف الفلسفي فهذه الدول حسب قوله ترغب في أن ترى الشرق الأوسط محكوما من قبل حكومات علمانية قوية في حين أن قطر ترغب في عكس ذلك يعني في أن تصبح منطقة الشرق الأوسط ضد طابع إسلامي كما يفهم من كلامه هذا التصريح يكثف حكائق كثيرة تشرح الصراع الحاصل الآن في المنطقة ويحتاج من ثم إلى وكفة تحليلية تكشف عن بعض خبايات وهذا ما سنفعله في هذه الحلقة من الأجندة كونوا معنا العلمانية كلمة عربية السيئة السمعة وقد زادت سمعتها سوءا بعد استخدام يوسف العتيبة لها وبعض الكلمات مثل النساء في المجتمعات المتخلفة تتعرض لظلم كبير ولا تستطيع الدفاع عن نفسها قبل أن ندخل في تحليل الأبعاد السياسية لكلام العتيبة من المناسب أن نتوقف قليلا عند الدلالات المعجمية والتاريخية لهذه الكلمة الإشكالية ظهرت كلمة علمانية في اللسان العربي على الأرجح في أوائل القرن العشرين يعني بوصفها ترجمة للكلمة الإنجليزية سيكيولاريزب أو الكلمة الفرنسية اللائك أو لائكي وكلمة علمانية هي لفظة عربية مشتكة من كلمة عالم ومن هذا الاشتقاق يتضح المعنى الأول البسيط للكلمة أي ما ينتسب إلى العالم أو الدنيا ما ينتسب إلى العالم أو الدنيا في مقابل ما ينتسب إلى الدين أو الآخرة أقول المعنى الأول البسيط لأن للكلمة معاني أخرى استلاحية كلها تنطلق من هذا المعنى هذا المعنى الأول البسيط ثم تختلف بعد ذلك في حدودها الاصطلاحية يعني كل شخص يتناول هذه اللفظة في الاصطلاح في حدوده التي يريدها في حدود خاصة يعني كل مستخدم لهذه اللفظة قد يضيف أو يختصر أو يعطي دلالة خاصة لهذه اللفظة المهم عندنا الآن هي المعنى الأولي البسيط المعنى المعجم باختصار كلمة علماني في معناها البسيط الأولي تطابق كلمة دنيوي أو دهري في المعجم العربي العناصر أو الظواهر التي تنتمي إلى الدنيا ولا تنتمي إلى الدين مباشرة يعني تسمى الظواهر علمانية على سبيل المثال لعبة كرة القدم ظاهرة علمانية لأنها تنتمي للعالم للدنيا وليست ظاهرة دينية مثل الصلاة والحج والصوم وما شابه ذلك السياحة في الأرض عمل علماني ظاهرة علمانية دنيوية وليست عملا دينيا المعاشرة الزوجية والزواج عمل علماني طبيعي وليس عملا دينيا يأثى متاركه وهكذا هذه هي المعاني البسيطة الأولية لكلمة علماني المعنى المعجمي للكلمة أما المعنى الاصطلاحي للكلمة فحوله كلام طويل لا يهمنا الآن في هذه الحلقة ويكفي أن نعرف أنه لا يوجد اتفاق بين مستعملي هذا المصطلح على حدوده الدلالية التقيقة إلى حد أن معجم أكسفورد أو الباحث الذي كلف بكتابة مادة عن كلمة علمانية في معجم أكسفورد اقترح في نهاية المطاف أن يتم شطب هذه الكلمة لأنها أصبحت تحمل دلالات كثيرة جدا لم تعد منضبطة لكثرة ما استخدمت في دلالات متنوعة وبعض المثقفين يظن أنه قد استوعب مفهوم العلمانية استيعابا كاملا وهو لا يدرك أنها مفهوم ديناميكي متحول متطور مفهوم تاريخي يتجلى في كل فترة تاريخية بطريقة مختلفة وعنده كل شخص بطريقة مختلفة قد نتناول بعض الدلالات في سياك تعليقنا على كلام سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة لكن قبل ذلك دعونا نستمع إلى كلام العتيبة نفسه عن العلمانية التي يريد أعتقد أن خلافنا مع قطر يتجاوز الخلافة الدبلوماسي إنه يذهب أبعد من ذلك إنه خلاف فلسفي إذا سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين أي شرق أوسط يريدون رؤيته في السنوات العشر المقبلة فسيكون شرقا أوسط مختلفا بشكل أساسي عما تريده قطر خلال الفترة نفسها نحن نريد شرقا أوسط أكثر علمانية مستقرا ومزدهرا تقوده حكومات قوية يمكن تناول تصريح العتيبة عن العلمانية من بعدين الأول هو البعد التكتيكي في معركة دول الحصار مع قطر والربيع العربي ذا بعد والبعد الآخر وهو الأهم هو البعد الاستراتيجي لهذا الكلام في ظل صراع الاستبداد مع الشعوب التواكل الحرية في المنطقة في البعد التكتيكي يعتقد يوسف العتيبة ومن ورائه رباعية الحصار على قطر أن مثل هذه التصريحات ستكسب تعاطف النخبة السياسية الأمريكية وستضع قطر في الزاوية الحارجة إذ ستبدو قطر وكأنها دولة داعمة للمشاريع الثيوكراطية مشاريع الدول الدينية وهذا التصريح طبعا هو مجرد تنويع على معزوفة الحرب على الإرهاب هي معزوفة طويلة وقديمة كلمة العلمانية هنا في خطاب العتيبة تحل محل كلمات أخرى مثل كلمة الغرب، الحضارة، التقدم، الإنسانية هكذا يعتقد العتيبة والذين من وراء العتيبة بالنسبة للنخبة الأمريكية مثل هذه التصريحات مثل السعر روليكس لا تقدم ولا تؤخر لأن هذه النخبة تدرك جيدا طبيعة المشكلة مع قطر وطبيعة الصراع في الشرق الأوسط وهل هناك من هو أعلم بالشأن من صانعه؟ أمريكا هي صانعة الشرق الأوسط الجديد تعرف جيدا طبيعة الصراع بين دول رباعية الحصار أو دول دحلان ودول قطر من ناحية وتعرف هذا من ناحية وبين دول الحصار والربيع العربي من ناحية أخرى أمريكا تعلم أن الصراع بين دول الحصار ودولة قطر يأتي في سياك الصراع على الهيمنة والسيادة الهيمنة من جانب دول الحصار دول دحلان والسيادة من قبل قطر قطر تحاول الحفاظ على سياداتها أمريكا تعلم أن الصراع في الوطن العربي برمته هو صراع بين شعوب تواقل الحرية والكرامة وحكومات مستبدة فاسدة مدعومة من قبل الغرب نفسه يعني أمريكا ما هيش بحاجة لحد يعلمها ما الذي يجري في الشرق الأوسط ويدلس عليها ويقول لا احنا عايزين علمانية وهذولا عايزين مش عارفه ولهذا فإن كلام العتيبة لن يجد أي صدم في وجدان النخبة الأمريكية ولن يخدمه في الصراع مع قطر ومن ثم فإن تأثير مثل هذه التصريحات قد يجد صداه عند بعض النخب العربية التي فقدت البوصلة وظلت الطريق عندنا نخب عربية عاجبها هذا النوع من الخطاب وإن لم يكن يعني هو موقف انطباعي عاطفي وليس موقفا علميا موقف انطباعي كونته يعني علاقتهم السلبية بالجماعات الإسلامية أنا أعني هنا تلك النخب التي رأت أن تجعل المعركة مع الدين والمتدينين لا مع الاستبداد هذه النخبة تمثل جزء من المشكلة الموجودة الآن في الوطن العربي على مستوى البعد الاستراتيجي لتصريح العتيبة حول علمنات الشرق الأوسط الجديد أو علمنات الشرق الأوسط يتضح ما هو أخطر ذلك الذي حذرنا منه طوال الوقت وهو رغبة دول الاستبداد العربي والثورات المبادة رغبتها في تحويل الصراع من صراع مع الاستبداد إلى صراع مع الجماعات الدينية التي حملت مشروع المواجهة ضد الاستبداد في الربيع العربي يريدون تنصيب عدو وهمي هو الجماعات الدينية أو الدين عند البعض بدلا من العدو الحقيقي وهو الدول الاستبداد دولة الاستبداد أي أن كانت هذا أخطر ما في الموضوع لأن هذه الشريحة لأن هناك شريحة واسعة من المثقفين العرب الذين فقدوا البوصلة كما قلت يعتقدون فعلا أن مشكلة العرب المعاصرين هي مشكلة مع الدين والجماعات الدينية لا مع حكومات الاستبداد والفساد هذا نوع من التزييف والتضليل للوعي ومن ثم فإن شعارها هذه الجماعات أو هذه الشريحة شعارها المفضل هو العلمانية أولا وليس الديمقراطية نحن بالطبع لا نبرئ الفكرة الدينية من التسبب في تشوهات ثقافية وعقلية كبيرة ساعدت على بقاء الاستبداد وساعدت على تدهور أو أسهمت في تدهور الحضارة العربية نحن لا نبرئ الفكرة الدينية من مسؤوليته عن جزء من هذا التدهور وهذا الانحطاط الذي أصابنا وتزيف الوعي هو الخطوة الأولى في الطريق إلى الانحطاط أنت حين تزور وعي مجتمع أنت تدفعه إلى الخطوة الأولى في التدهور والانحطاط حينما يقول الفكر الديني مثلا أن الإيمان هو مفتاح التكدم والتحذر فأنه يزيف الوعي ويغيب الحقيقة حقيقة أن التكدم والتحذر مرهون بالعلم التجريبي والمناهج العلمية المنضبطة وحينما يكسر الفكر الديني في معرفة الفروق الواضحة بين الدين والدنيا وبين المقدس وغير المقدس وبين الدين والفكر الديني حينما يكسر في ذلك في معرفة هذه الفروق فإنه بذلك يفتح فرجة واسعة للعبث بالدين والعقل معا وكذلك عندما يقول العلمانيون أن الدين أو الفكر الديني هو السبب الأول في تخلف العرب وانحطاطهم عندما يقولون ذلك هم يزيفون الوعي ويبدلون الحكائق لأن الحقيقة التي تواطأ عليها الباحثون والمفكرون تقول أن الاستبداد هو أبو المشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية الجميعا وليس الفكر الديني أو الجماعات الدينية وهنا نأتي إلى حقيقة تاريخية في غاية الأهمية لمعرفة مشكلة العلمانية تلك الحقيقة هي أن الدول في التاريخ الإسلامي هي التي هيمنت على المؤسسة الدينية وليس العكس الدولة في التاريخ الإسلامي هي التي هيمنت على المؤسسة الدينية وعلى الدين وليس العكس لم يكن للمؤسسة الدينية السلطة حقيقية غير السلطة الثقافية والفكرية يعني إلى حد ما لكنها كانت هذه السلطة الثقافية والفكرية كانت توظف لصالح الدولة أي أن الدين هو الذي عانى من الدولة وليس العكس يعني المشكلة كانت من البداية مع استبداد الدولة أكثر مما كانت مع استبداد شيوخ الدين هذه مسألة في غاية الوضوح لمن له الطلاع على التاريخ الإسلامي إذن أين يكمن الخطر في هذا التزييف يا ترى تزييف الوعي من قبل الإسلاميين ومن قبل العلمانيين في مسألة العلمانية دعونا نستمع الإجابة من الدكتور عزمي بشارة وهو واحد من أذكى مفكرين العرب المعاصرين الذين تناولوا موضوع العلماني نستمع إليه أنا أتفق مع الصديق المرحوم الجابري أنه دعونا نتحدث عن الديمقراطية دعونا نتحدث عن الديمقراطية وأضيف إلى أسبابه بعد وفاته طبعا هو أسبابه متعلقة باللفظ أنا أسبابي مختلفة في ذلك بسلبية الشحنة التي تطلقها اللفظ في الفضاء الحضار الإسلامي نتيجة لهذه العلاقة الملتبسة بين الغرب والحضار الإسلامي نتيجة الاستعمار أنا أقول في عنا أسباب أخرى إضافية اليوم لنتحدث عن الديمقراطية السهب الأول أنه برأيي إذا حصل استقطاب في المجتمعات العربية عشية الانتقال الديمقراطي بين علماني وديني فهذه وصفة ريسيبي إذا أردته للاحتراب الأهلي وليس للتعددية الديمقراطية لأنه خاصة في الدول التي كانت مستعمرة والتي يلتقي فيها هذا النوع من المصطلحات مع الثقافة الغربية الدكتور عزمي بشارة يعني يذكر برأيي كديم للدكتور محمد عبد الجابري ورد في كتاب الجابري كتابه الديمقراطية وحقوق الإنسان يقول فيه الجابري أن كضية العلمانية في الوطن العربي كضية مفتعلة افتعلتها الأكليات الدينية في المنطقة كما يقول مسيحية وغيرها ويقول أن الكضية الحقيقية هي كضية الديمقراطية والدكتور بشارة وهو مسيحية تفك معه في ذلك لكنه يضيف سبباً آخر لجعل العلمانية معركة ثانوية في الوطن العربي يقول هو أن السبب الآخر هو أن الحديث عن العلمانية اليوم في الوطن العربي في ظل هذه الظروف سيجر إلى صراع حول الهوية لأنك أنت بتكلم هنا عن هوية لما تقول علمانية بتكلم عن دين عن هوية أنت بتدخل الناس في تون معركة ليسوا بحاجة إليها الهوية لا يمكن أن تغير بين يوم وليلة الهويات تغير على مدى آماد طويلة إذا أردت أن تغير هوية من الهويات هذا يحتاج منك إلى آماد طويلة أجيال ونحن في غنى عن هذا الصراع في حين أننا في أمس الحاجة إلى تركيز جهودنا في الصراع من أجل الديمقراطية الديمقراطية هي شرط العلمانية الأول إذا أردت أن العلمانية قد تكون علمانية فاشية النظام العلماني طبعا ليس بالضرورة النظام الديمقراطي قد يكون نظام علماني وفاشي علماني ونازي هذا ما حدث في كل التجارب النازية والفاشية موسيليني كان علمانيا هتلر كان علمانيا ونظامهما الاتحاد السوفيتي كان علمانيا كوريا الشمالية علمانية كثير من الأنظمة المستبدة والقاهرة والكمعية كانت علمانية إذن العلمانية ليست حلا دائما الديمقراطية هي الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه المشاريع المجتمعية كلها ومع هذا فإننا بحاجة أيضا إلى مستوى من العلمان نحن في الوطن العربي والتجربة في اليمن بيّنت هذا التجربة في اليمن تجربتنا مع الحوثيين باعتبارها جماعة دينية وظفت الفكرة الدينية بيّنت إلى أي مدى نحن بحاجة إلى مستوى من قدر من العلمان علمانا بمواصفات خاصة سنفسرها في المحور القادم سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا موسيقى انتهينا في المحور السابق إلى رأي مفاده أن دول الاستفداد العربي تريد نقل معركة الشعوب العربية من معركة مع الاستفداد إلى معركة مع الدين والجماعات الدينية بهدف ضرب عصفورين بحجر واحد العصفور الأول وهو الظاهر هو ضرب الجماعات الدينية السياسية التي حملت ثورات الربيع العربي وهددت العروش عروش الدول الاستفداد والفزاد العنوان الكبير هو معركة معركة العلمانية مع الكهنوت لكن الحقيقة هم يريدون ضرب الجماعات الإسلامية التي هددت سلطانهم والعصفور الثاني الخفي هو تهيئة المنطقة للتطبيع مع إسرائيل معركة العلمانية الآن يراد بها تهيئة المنطقة للتطبيع مع إسرائيل وقد جاءت عبارة الشرق الأوسط في كلام العتيبة مكسودة لأن النطاق المستهدف لعملية العلمانة هو الشرق الأوسط الذي تقطنه إسرائيل وليس كامل الوطن العربي هو ما قال نريد علمانة الوطن العربي وتحدث عن منطقة الشرق الأوسط لماذا؟ لأن العلمانة داخل هذه المنطقة سيسوي بين إسرائيل وغيرها من الدول يعني يهيئ المنطقة لجعلها منطقة صالحة للتطبيع وتغييب الوطن العربي الدائم في خطاب محور دحلان مكسود أيضا دائما يغيبه ومن زمان يعني فكرة الوطن العربي ليست محببة لدى إسرائيل وحلف دحلان محور دحلان يلف ويدور حول مسألتين فقط مسألة حماية الأنظمة المستبدة الفاسدة من السقوط علىية شعوبها ومحور التطبيع مع إسرائيل أو بالأصح حماية هذه الأنظمة عن طريق التطبيع مع إسرائيل وفكرة الشرك الأوسط الجديدة هذه ليست جديدة هي التي تحرك يوسف العتيبة ومحور دحلان من وقت مبكر وهناك تصريح للعتيبة الكديم بهذا الخصوص تعالوا نستمع إليه لإمكان إليه 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 نحن نفتح في الحقنة في أوضع الفزاومية يخوز على المقل إلى الشباب والعملاء وفي أيضا الدولام فأنا نستطيع المنطقة في يمن لإطباءة للصحى والكرمية الإجتماعية للإراني الأجتماعي وظهر الإجتماعي في المناس الأرائيب ودعا أسلح في مفتاق ما نحن الآخرين المتابقة الأولى المتطفى للأمين نرجع لموضوعنا قلنا في بداية الحلقة إن كلمة العلمانية قد اكتسبت في الظهن العربي سمعة سيئة نتيجة لسوء فهم حاد من قبل طرفي الأزمة طرف الأول هو الإسلاميون الذين لم يستوعبوا الاحتمالات الممكنة والفرص المتاحة في هذه اللفظة وتعاملوا معها باعتبارها يعني من تراث الأعداء الذي يجب رفضه ابتداء دون نقاش والثاني الطرف الثاني هو العلمانيون هم العلمانيون أنفسهم الذين فهموها بطريقة فهموا هذه الكلمة بطريقة حنبلية عدائية إذا صح التعبير ونحن لا نريد أن تصب هذه الحلقة في تزييف الوعي أكثر مما هو مزيف فيقول البعض أننا نرفض كلمة العلمانية جملة وتفصيلا يظن مثلا أن هذه الحلقة جاءت لرفض مفهوم العلمانية جملة وتفصيلا لا رفض كلمة العلمانية من حيث المبدأ هو عمل غير علمي ويؤدي إلى مزيد من تزييف الوعي نحن في هذه الحلقة نحاول لفت الانتباه إلى أن دول الاستبداد تحاول استخدام أو توظيف هذه اللفظة في لعبتها الكذرة ضد الشعوب في المنطقة فقط أما العلمانية نفسها فهي محل أخذوا رد بين العقلاء والعلماء في هذه الأمة على العلمانيين العرب أن يفهموا أن رفض لعبة العلمانية ليس موقف الإسلاميين وحدهم يعني اللي بيرفض العلمانية ما هو مش الإسلاميين فقط بل هو موقف العديد من المثقفين غير الإسلاميين المحسوبين على اليسار وعلى الليبرالية وقد ذكرنا منهم الدكتور محمد عبد الجابري والدكتور عزمي بشارة ومن قبلهما عصمة صيف الدولة وغيرهم هؤلاء جميعا علمانيون أو لبراليون أو سمهم ما شئت لكنهم يرفضون هذه الصيغة من العلمانية وعلى الإسلاميين أن يفهموا هذا بالنسبة للعلمانيين أيضا على الإسلاميين أن يفهموا أن العلمانية ليست شرا كلها وأن فهمها يحتاج إلى وقفة علمية لا إلى موقف إيدولوجي في فرق كبير بين الوقفة العلمية والموقف الإيدولوجي الوقفة العلمية وقفة موضوعية الموقف الإيدولوجي يعني الموقف الإيدولوجي عادة مصاب بعمل ألوان يبيض يسود أنا أبيض وما عداي أسود لا نحن محتاجون إلى موقف علمي موضوعي ينظر إلى الأشياء في ذاتها لا كما نحب أن نراها وعلى الطرفين معا العلمانيون والإسلاميون أن يفهموا أن بإمكانهم التوافق على مستوى من العلمانية يحقق الحد الأدنى من طموح العلمانيين ويحافظ على الحد الضروري من مطالب الإسلاميين هذا ممكن هذا ممكن الحد الذي تسمح به شروط العلمانيين وكواعد الأصوليين في العلمانية ممكن وهذا الحد المتوافق عليه هو الحد الذي توجيبه كواعد الديمقراطية نفسها يعني لو أنهم ارتضوا الديمقراطية كاعدا للخلاف سيصلون إلى اتفاق حول الحد المقبول من العلمانية في الوطن العربي والمجتمعات الإسلامية وفقا لكاعدة الديمقراطية وهي متفقة مع كواعد الأصوليين كما بيّرنا خارج هذه الحلقة وهنا نصل إلى بيت القصيد وهو أن أي مستوى من العلمانية سيتوافق عليه المختلفون لا بد أن يكف على أساس الديمقراطية الديمقراطية هي الشرط الديمقراطية أولا هذا ليخلينا دائما نقول الديمقراطية أولا لكن ما هو هذا الحد الذي يمكن الاتفاق عليه بين الطرفين يا ترى بين الإسلاميين والعلمانيين في المجتمعات الإسلامية حول العلمانية نتابع تتفاوت سقوف العلمانيين العرب في مطالبهم بالعلمانية يعني هناك من يطلب علمانية كلية شاملة تقص الدين من جميع المجالات العامة وتحصره في المجال الفردي الخاص وهناك علمانيون يطالبون فقط باستبعاث سلطة رجال الدين وتأثيرهم من الحياة العابة هذه دائرة أقل أما بالنسبة للإسلاميين فغالبيتهم قد أخذت موقفا سلبيا من كلمة علمانية نفسها من كلمة علمانية نفسها ولم يعد لديهم استعداد لتكبل أي حوار حولها طبعا هناك قلة قليلا منهم بات لديها تفهم للمشكلة وقبول للأخذ والرد فيها يعني كل من الإسلاميين أصبحت ليس فقط تتفهم وتتكبل بل تطالب في مستوى من العلمانية في الوطن العربي تكمن مشكلة غالبية العلمانيين في أنهم يريدونها علمانية على هواهم لا على أساس التوافق التوافق الديمقراطي هذا بالنسبة للعلمانيين وينظرن إلى العلمانية كأنها دين لا يجوز تبعيضه أو التصرف فيه إذا قلت لهم إذا قلت لهم تعالوا لتفاهم حول صيغة للعلمانية التناسب مجتمعاتنا يقولون لك يعني بانتفاخك كذابة العلمانية هي العلمانية ولا داعي لاختراع العجلة طبعا هذه طبيعة العقل السلفي هذا من سمات العقل السلفي العقل السلفي عقل استاتيكي ثبوتي غير ديناميكي يعني غير مرن ينظر إلى الظواهر بعيون كاميرا فيتغرافية يلتقط الأشياء ثابتة في حالة الثبوت العلمانية بالنسبة لهم حالة ثابتة ليست متطورة في حين أن الظواهر ومنها العلمانية هي ظواهر حركية سينمائية متغيرة وتكمن مشكلة الإسلاميين في جهلهم بالقواعد الفقهية الأصولية فضلا عن جهلهم بالعلمانية نفسها طبعا قد نغفر لهم جهلهم بمفهوم العلمانية لأنه جاء من خارج التراث الذي يدرسون ويمثلون لكن جهلهم بالقواعد الأصولية معيب معيب جدا ولو أنهم استوعبوا روح الشريعة روح القواعد الأصولية المتفق عليها بينهم لدعوهم أنفسهم إلى صيغة من صيغ العلمانية المقطونة أصوليا حتى يتفادى الوقوع في مضنة الشرك دعوني أشرح هذه الجزئية قليلا للفئة الجامعية ومن في حكمها على الأقل لأنها مسألة في غاية الأهمية أعني مسألة القواعد الفقهية الأصولية المتفق عليها بين فقهاء المذاهب الإسلامية هذه القواعد تسمح بل توجب وجود صيغة علمانية للحكم في المجتمعات الإسلامية وسنتعرض لي أو سنشرح ذلك باختصار واختزال ربما شديد ودون ذكر للمراجع لأننا لسنا في محاضرة أكاديمية لكن باستطاعة كل شخص مهتم مراجعة ما سنقوله والتأكد من سلامته لو لم يكن العلمانيون العرب سلفيون في تفكيرهم لتنازلوا عن فكرة استبعاد الدين نفسه من المجال العام استبعاد الدين تماما واكتفوا بالمطالبة باستبعاد الفكرة الديني لو كانوا يعني يفهمون لأن الدين عند أصحابه منزل سماوي من الصعب التنازل عن أما الفكرة الديني فهو منتج بشري لا قد ستله يطالبوا بإزاحة أو استبعاد الفكرة الديني لأنه في الحقيقة معظم مشكلات العرب والمسلمين أو معظم مشكلات العقل الإسلامي هي في الفكرة الديني وليست أو كلها وليست في الدين نفسه ليست في النص الديني لا يوجد في النص الديني ما يمثل إشكال أو إعاقة حضارية أو ثقافية أو اجتماعية النص الديني الدين يمثله النص الديني المتفق عليه بين أهل الملة الوحدة الدين يمثله النص المتفق عليه بين أهل الملة لكن الفكرة الديني هو آراء الناس مذاهب الناس في فهمهم للنص الديني المتفق عليه الدين منزل سماوي الفكرة الديني منتج بشري هو ناتج دوران العقل البشري حول النص الديني ولحسن الحظ فإن حجم المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية وفقاً للقواعد الفقهية هو محدود جداً ولا يتعارض بتاتاً مع مقررات حقوق الإنسان التي هي ركن الديمقراطية الأول المهم أن يقبل العلمانيون بأن تكون الديمقراطية قاعدة اختيار العلمانية هذا بالنسبة للعلمانيين ولو لم يكن الإسلاميون يجهلون الكواعد الأصولية أو روح الشريعة لعلموا أن حدود الدين هي حدود المتفق عليه بين أهل الملة الواحدة فقط وفقاً للكواعد الأصولية والفقهية المتفق عليها كما نقول الضابط هنا هو القواعد الفقهية المتفق عليها بينهم في التأصيل والتأويل هناك قواعد بالتأصيل والتأويل المتفق عليها هذه هي الضابط لو أعملنا هذه الضابط سنكتشف أن حدود الدين هي حدود المتفق على حجيته وثبوته ودلالته وما عداه فهو خارج أسوار الدين النص الديني أو النص الذي لا نتفق على حجيته الدينية يعني لا نختلف حول ما إذا كان دين أو غير دين جزء من الرسالة أو جزء من السيرة هذا النص الذي لا نتفق على حجيته أو على ثبوته التاريخي هو نص غير ديني هل هو ثابت أم غير ثابت إذا لم نتفق على ثبوته وعدم ثبوته فهو نص غير ديني والنص الديني الثابت الذي نختلف في فهمه تختلف العقول في فهمه حسب القواعد المتفق عليها يبقى نصاً دينياً في منطوقه العام أما الآراء التي تحاول فهمه فهي منتجات بشرية لا قدسة لها يظل النص كما هو آية قرآنية مثلاً هي حجة دينية ثابتة لا شك فيها لكن إذا كانت هذه الآية القرآنية تحتمل دلالات كثيرة هذه الدلالات تسمى فكر بشري مذاهب وتظل الآية في عمومها ديناً على العموم يعني على وجه العموم فكم هي القضايا التي لا يمكن أن يجمع فيها المسلمون على رأي واحد يا ترى كثيرة جداً كثيرة جداً ولن نفصل فيها سنترك الإجابة للمهتمين حجم المتفق عليه على حجيته وثبوته ودلالته في الدين في الإسلام محدوداً للغاية ولا يوجد فيها لا ما يعني بالنسبة للعلمانيين لا يوجد فيها مشكلة لو أنهم تعملوها جيداً وبالنسبة للإسلاميين أيضاً لا يوجد فيها مشكلة لأنه إذا تخلصوا أو إذا استبعدوا سيستبعدون فقط الفكر الديني وليس الدين استبعاد المذاهب وليس الدين من المجال العام هو الصيغة الديمقراطية والأصولية المناسبة للمجتمعات الإسلامية المتمسكة بدينها والاستبعاد هنا ليس عملاً اختيارياً نكرة منفية والنكرة المنفية تفيد حكمها ينطبق على كل أجزائها على كل مفرداتها يعني لا إكراه جميع أنواع الإكراه في جميع أنواع الدين غير مقبولة سواء الإكراه على الإدخال في الدين أو الإكراه على الإخراج من الدين أو الإكراه على البقاء في الدين كلها ممنوعة بنص هذه الآية هذه مسألة يحسمها أهل اللغة دستور الدولة الديمقراطية يصاغ على مبدأ التوافق الاجتماعي لا على مبدأ الأكثرية والأكلية ومبدأ التوافق في الأمور العامة هو مبدأ إسلامي أيضاً تعرفه أصول الفكر وكواعده وأعرافه ولا يعرفه كثير من الأصوليين للأسف الشديد الصوليين المعاصرين وسبب ذلك فهمهم القاصر لعلاقة الدين بالحرية وفهمهم القاصر لمعاني المعروف والمنكر يعني الفقيه لم يستوعب بعد فكرة الحرية في الإسلام حدود الحرية في الإسلام فلسفة الحرية في الإسلام لم يستوعبها لأنه يعني هذه الحرية بالنسبة له ليست قيمة والمفارقة أن الحرية هي الأساس الذي يقوم عليه التكليف لا تكليف بلا حرية لكنهم فهموا الحرية في بفهوم العبودية لم يفهموا الحرية فهماً فلسفياً كما يعني يمكن استنباطه في النصوص الدينية في النصوص القرآنية الحرية بمعنى الشامل الواسع كما أنهم أيضاً لن يستوعبوا مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استيعاباً كاملاً للأسف الشديد الفقهاء طابقوا بين مفهوم المنكر ومفهوم الحرام وطابقوا بين مفهوم المعروف ومفهوم الواجب وهذا خاطئ لأن المعروف هو ما عرفته الفطرة والمنكر ما أنكرته الفطرة الإنسانية المنكر هو ما اتفقت على إنكاره جميع الشعوب والمعروف هو ما اتفقت على معرفته وقبوله جميع الثقافات يعني لا يجوز أن نعلق المنكر بالشريعة وحدها ما أنكرته الشريعة فهو منكر أو ما أنكره الدين فهو منكر وما عرفه الدين فهو معروف لا المنكر منكر في عرف الثقافات جميعاً والمعروف معروف في عرف الثقافات جميعاً لذلك تجد الشركة منكر في جميع الثقافات الكذب منكر في جميع الثقافات القتل منكر في جميع الثقافات لا تحتاج إلى نص ديني وكذلك المعروف الصدق معروف عند جميع الأمم الإثار والنجدة والكرم وإلى آخر ذلك من القيم الإنسانية الفاضلة هذه كلها من المعروفات في عرف الثقافات ولذلك القرآن لم يحدد قائمة بالمعروف وقائمة بالمنكر تحدث عن المنكر والمعروف ولكنه لم يفصل قائمة يقول هذه قائمة المنكرات وهذه قائمة المعروفات لأنها طويلة جدا وترجع إلى أعراف الناس متفق عليها كان ينبغي أن يفهم من فقهاء هذه المسألة حتى لا يخلطوا بين ما هو دين وما هو ثقافة وما هو عرف ويوقعون الناس والمجتمعات في إشكال بدعوة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر طبعا كلا هتين القضيتين قضيتان تقبل الخلاف في الفهم يعني وفقا للكواعد الأصولية المتفق عليها وهو ما يجعلها قضايا مذهبية لا يحق لطرف يعني اعتبارها دين ملزم للآخرين ومن خالفها فقد كفر والإصرار على جعل هذه القضايا من الدين هو مغامرة عكدية ليش؟ لأن صاحبها يدخل الظن في دائرة اليقين ويخلط المقدس بالمدنس يعني أي قضية تحتمل الخلاف والأخذ والرد وفقا للكواعد الأصولية المتفق عليها أي قضية من هذا النوع حينما يصر طرف على أنها قضايا يقينية حاسمة مع أنها قضايا ظنية أي قضية تحتمل الخلاف هي قضية ظنية فلما يأتي طرف ويصر على أنها قضايا يقينية حاسمة هو بذلك يقول بأن هذا الظن يدخل في دائرة المقدس وهذا خطر لأن القرآن ينهان عن اتباع الظن في مجال العكائد كما يقول جمهور علماء السنة على الأكل أخيرا نحن في لحظة تاريخية صعبة للغاية نحن على المستوى القومي وعلى المستوى الوطني نمر بلحظة صعبة للغاية في حياتنا القومية والوطنية وإذا لم نستيقظ الآن فمتى نستيقظ نطلوب مننا نوعان من اليقظة يقظى الضمير ويقظى تعقل يقظى الضمير ستدفعنا إلى مراجعة مواقفنا تجاه كل شيء تجاه خصومنا يعني في المقام الأول تجاه الأفكار وتجاه الخصوم في المقام الأول لمحاسبة أنفسنا هل كنا على صواب في هذه المواقف أم كنا على خطأ ويقظة العقل ستدفعنا إلى تبني الموقف العلمي في كل كضيانة بدلا من المواقف العاطفية والانطباعية أو الموقف الأيدلوجي المصاب كما قلنا بعمل ألوان أما إذا أصررنا على المضي في نفس الطريق الذي قادنا إلى ما نحن فيه إلى هذه الحفرة الجهنمية التي نحن فيها فسيحق علينا القانون الطبيعي نستحق أن يحق علينا القانون الطبيعي المذكور في الآية القرآنية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يعني نحن لا ندعو هنا إلى أي شكل من أشكال العلمانية العلمانية كما يقول البعض بل ندعو إلى علمانية هي الحد الأدنى المتفق بين العلمانية وبين الإسلام والحاجة هنا إليها ضرورة أثبتتها أحداث اليمن الحالة الحوثية هي البرهان الكافي على أننا بحاجة إلى مستوى من العلمانة في مجتمعاتنا العربية لكن بشرط أن لا يتم توظيف العلمانية توظيفا سيئا لصالح الاستبداد كما يريد حلف دحلان إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أرجو أن ألقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة